ألا رب ذي أجل قد حضر كثير التمن قليل الحذر إذا هز في المشي أعطفه تعرفت في منكبيه البطر تكون له صولة تتقى وأمر يطاع إذا ما أمر يؤمل أكثر من عمره ويزداد يوما بيوم أشر ويمسي ويصبح في نفسه كريم المساعي عظيم الخطر يريش ويبر وفي يومه له شغل شغل لو شعر يعد الغرور ويبني القصور وينسى الفناء وينسى القدر وينسى القرون وريب المنون وينسى الخطوب وينسى الغير وينسى الشهور تحيل الأمور فإما بخير وإما بشر يجرعه الحرص كأس العمى ويحمله فوق ظهر الغرر وكم من ملوك عهدناهم تفانا ونحن معا بالأثر أخي أضعت أمورا أراك لنفسك فيها قليل النظر فحتى متى أن تذو صبوة كأن لست تزداد إلا صغر تؤمن في الأرض طول الحياة وعمرك يزداد فيها قصر أرى لك أن لا تمل الجهاز لقرب الرحيل وبعد السفر وأن تتدبر ماذا تصير إليه فتعمل فيه الفكر وأن تستخف بدار الغرور وأن تستعد لإحدى الكبر هي الدار دار الأذى والقذى ودار الفناء ودار الغير ولون التها بحذافيرها لمت ولم تقضي منها الوطر لعمري لقد درجت قبلنا قرون لنا فيه مو معتبر فيا ليت شعري أبعد المشيب سوى الموت من غائب ينتظر كأنك قد صرت في حفرة وصار عليك الثرى والمدر فلا تنسى يوما تسج على سريرك فوق رقاب البشر وقدم لذاك فإن الفتاة له ما يقدم لا ما يذر ومن يكذا سعة في الغنى يعظم ومن يفتقر يحتقر ترى العمر يضرب أمثاله لنا ويرين صروف العبر فلا تأمنن له عذرة فكم من كريم به قد عذر فلا تأمنن له عذرة فكم من كريم به قد عذر يحول على المرء حتى تراه يشرب بعد الصفاء الكدر وحتى تراه قصير الخطى بطيء النهوذ كليل النظر أياما يؤمل طول الحياة وطول الحياة عليه ضرر إذا ما كبرت وغاب الشباب إذا ما كبرت وغاب الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر